محمل السنيار عزم في دريج كسير اقطع دروب الفرح وقفل شقال مسير ما خاف في هيرك بحر ما خاف في هيرك بحر مهناط وتزمى الخير كي دانت بحر لا مالها تفسير سنيار نبي سير ومويه دبي يا حي دار الحي نور وطاني يقول في هذه القصيدة سنيارنا بيسير ومويه دبي هذا كعادل ليايب سنيار من بعيد وياي دبي لكن السنيار مشاهدينا ومتابعينا موجود في الشندقة وفي مدينة دبي مساكم الله بكل خير مشاهدينا ومتابعينا اللي يشوفونا على شاشة سمد بي في حلقة يديدة من برنامج السنيار هذا البرنامج اللي ما شاء الله عليه حين من سنين ونحن فيه نقدم لكم المعلومة التراثية الجميلة الخفيفة بتواجد المراجع وتواجد رحاب اليوم معنا إن شاء الله أمثال وقصيد يا رحاب وشو بعد أقول لك حتى بعض الأشياء اللي ممكن نشوفها مباشرة للمشاهدين من قبل المراجع والأهم أيضا تواجد الجوائز النقدية ومرحبا بك يا رحاب مرحبتين أخويا أنت ذكرت نقطة حلوة مراجعنا اليوم في بداية الحلقة قبل لا نبدأ الحلقة كنت عندما أم عزان مسات الله بالخير خير والعافي حياتي الله وروحتني عندها مخمرية عيبتني خلنا اليوم أم مايا نرمس عن المخمرية نحن دايما نرمس عن اللبس وعن الثيبان والذهب اليوم خلنا نبدأ بالمخمرية كل شي اليوم عندنا غير المخمرية والعطور عندنا البضاعة تهبي من بعيد ما تروحين تي البضاعة من هنا أشوف أنا أشوف الطاولة هنا كل شي اليوم عندنا الريح مرة ما شاء الله شاء للدنيا مايا نحن بعد الإماراتيين اللي يميزن عطوراتنا ترى نحن دايما نرمس عنه المخمرية والياس والبضاعة كل هذا هذا كل اليوم موجود عند مايا وإن شاء الله في نص الحلق إن شاء الله لبسك غاوي بعد مايا اليوم هذا مخروز عادة هذا لوني المفضل تقريبا هذا ثوب وبيم خروز شوبينا هاي الرسمة فيه سمونا مخروز والشغل تلي والشغل تلي تلي نعم هي تلي والذهب والذهب المرية والمرتعشة هاي المرية والأصلية الأولية والمرتعشة والخواتب الشاهد والمرامي وهذا لبسنا الأولي والبرقع الغاوي والبرقع بالغاوي والشيل الغاوية والمايا الغاوية والسوعية وانت يا غبة ما شاء الله اليوم بعد انتهى ماشاء الله نيلي اليوم نيلي اي والله اليوم غامض اي لا غامضي نيلي نيلي ماشاء الله قلتك اليوم انا المسطات نيلي نيلي مشكورة منورة الله يخليت حياتي الله انا يوم كنت اقول ان انت ذكرت نقطة مهمة مراجعنا في البرنامج دايما يعلموننا شي ديد وهل مقصود من برنامج السنيار انحن نبلي اليوم يتابعوننا كل يوم يتعلمون شي ديد ويانا سواء كان في لباسنا في معلوماتنا التراثية الموروث الشعبي الاصيل والمفردات يا احمد طبعا الاختصاص مثل ما قالت رحاب في الاناقة والثياب عنده معزان وعنده رحاب لكن اللي يبغي يعرف معلومات عن البحر مشاهدين ومتابعين معلومات في البيئة البرية والزراعية عندنا مراجعنا وايضا الامثال الشعبي عشان ما يقول نسيتنا اليوم بعض يزعل علي هي الامثال الشعبية كذلك مشاهدين ومتابعين حساك الله بكل خير يا ابو سيل سلام عليك حساك الله بالنور يا احمد يا حياك الله خير لله الحمد ونمسي بالخير على مشاهدينا ونقولهم يا هلا ويا مرحبا واليوم طبعا نشكر أخونا وزميلنا قام بزيارة للسيوديو وسالم بليوحى عينزاه الله خير هذا شي دافع لنا نحن كفريق عمل في برامج السنيار وندل هذا الشي دل على حرصه على مثل هذه البرامج فنقول له شكرا على تواجده يعني اليوم في الستوديو فعلا شكرا لكل مؤسسة دبي الإعلام يا ابو سيف لكل فرد موجود في هذه المؤسسة على هذا الدعم حن في العشر لواخر ودائما ما نذكر هذه الجهود اللي موجودة عندنا في هذه المؤسسة إن كانوا الأشخاص اللي هم خلف الكواليس وإلا المتواجدين معنا في هذا الستوديو مساك الله بكل خير وإش حالك يا ابو خالد بخير دامنكم بخير الله يحفظ الجميع نحن يوم أنت بخير الله يحفظك يحفظ الجميع المشاهدين وإخواننا أيضا فريق العمل موجودين كلهم دامنكم أنتوا بخير أنا بخير عندناك طاول اليوم في الأمثال لا يا والله نيايا يا أطري إن البارح نحن يوم البارح القطو كان موجود عادي إذا تابعتوا الحلقة ولا لا وإذا ما تابعتوها تابعوها علاوان البارح سوالنا زيارة حلوة القطو وكان المثل عن القطو سبحان الله على طاري القطو شفنا قطو في ال هذا بالعصر إذا خلنا من قطو ما حطناه في كارتون ميوب بسيف يالبرامج هدهني ميوب منسوب السمج ميوب منسوب السمج على شايف أنه الظهر يحوط هناك عندنا بجميلة يدأ بسوق السمج قبل ما نبدأ بالمكالمات نشكر رعاة البرنامج متحف الشندغة وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة دبي للثقافة والفنون وبلدية دبي وشكر خاص جداً لمحلات جوهرة للمجوهرات لأنهم يقدمون جوائز السنيار النقدية إذن شكر مشاهدينا كل الشكر للرعاة اللي دائماً معانا من أول حلقة في فريج السنيار أو برنامج السنيار إلى إن شاء الله الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج مشاهدينا ومتابعينا العشرين ألف درهم العشرين ألف درهم في السؤال الأسبوعي كثفوا مشاركاتكم باب العربي وبيب الإنجليزي من داخل الدولة ومن خارج الدولة أظن صوتي سمعتوا أكثر من عشرين ألف مرة على الشاشة شاركوا شاركوا نشوف السؤال ثم لنا أعود شارك الله خير سؤال برنامج السنيار لهذا الأسبوع الشيخ مكتوم بالراشد المكتوم طيب الله ثرى استلم مقاليد الحكم في دبي عام للمشاركة في السؤال الأسبوعي لبرنامج السنيار وفرصة ربح عشرين ألف درهم يرجى إرسال حرف باء أو بيب الإنجليزية ثم رقم الإجابة الصحيحة على هذه الأرقام يعطيك العافية يا أحمد خير الجو عندنا شوفوا المهفة عند رحاب خير الجو عليكم السلام وياك أمك ولا أبوك ولا حد يعني من أخوانك خواتك أمي 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 يلا قول أوقف أوقف سديت حمرك السؤال في البيئة الزراعية يا سعيد وأنا بعد أحبك طالعا وأنا بعد أحبك وكلنا نحبك وبنساعدك سعيد أنا بساعدك إن شاء الله إن شاء الله يلا نشوف السؤال من أشعار فتاة العرب الله يرحمها ويغفر لها أعداد ما هبت هبوب المصافير أو ما نشام الناشي الغرب سحاب شو الله يرحمها ويغفر لها شو كانت تقصد الشاعرة بالمصافير الاختيارات موجودة على الشاشة ها سعيد نواسم وين أم مايا أكيد شو 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 قلت قلت من المواسم ما شاء الله ما شاء الله عليك كتبتوا لي جابة حق سعيد كتبتوها مبروك حبيبي عليك 3500 درهم صاف قوي له مبروك عندكم تعقيب وسيف نعم طبعا المغصود بكلمة المصافير اللي هو فصل صفري نحن لونير ويعني كثير من الناس يعرفون بس الصيف وشتاء لا نحن عندنا تقريبا أربع فصور كانت موزعة تقريبا اللي هي صفري والشتاء والصيف والقيض القيض تقريبا الفصل الأخير بالنسبة للمواسم عندنا طبعا نبدأ من شهر صفري اللي هو أربع شهور والشتاء ثلاث شهور والشتاء ثلاث شهور والصيف ثلاث شهور والقيض ثلاث شهور تقريبا 12 شهر يطلع فعندنا نحن مثل ما نقول صفري والشتاء والصيف والقيض القيض بمعنى يوم تقيض النخل يوم تقيض الفواكه عندنا في عز الحر فهم يقولون عنه القيض صفري ليش صفري سبحان الله الفترة هاي تشوف الدنيا صافية وتشوف الدنيا من بار الصفو أنها تشوف يعني حتى يقول لك كان مرض ينتشر أو شيء أو الناس كانوا يتخوفون تشوف الإنسان أصفر غادي يعني أن يقولون هذا فيه نوع من المرض فمثل ما أقول الفترة هي تقريبا عندنا الفصول الأربع اللي نحن نبقي نوصلها للناس بهذه المسميات وأنا أقول شكرا حق والدة سعيد يعني بصراحة حلوة أنه وليت أمر أن تساعد ولدها وتعلم ولدها وهذا نحن لينبه فعلا فعلا يا أبو سيف شكرا على هذا الكلام الطيب نعم نحن نتمنى من المشاهدين المتابعين تواجد العائلة كاملة أمام شاشة التلفزيون أو أي جهاز ثاني عندكم تتابعونه منها سواء كنتوا على تطبيق أوان أو حتى السوشال ميديا من أشعار فتاة العرب عدة أبيات جميلة رحاض طبعا فتاة العرب هو المسمى الثاني للشاعرة لقبها الأول كان فتاة الخليج مشاهدين ومتابعين لما سماها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فتاة العرب من أفضل القصايد المغنى اللي كتبتها فتاة العرب هي قصيدة برقاروس الشرايف ما بنزل في الوطاه حيث الطويل النايف لي في النظراء حلاه يعني من أجمل الأبيات الشعرية المغنى لهذه الشاعرة رأي الشيل الرهايف يلي جدد لي غلاه يعني من الأبيات من الأبيات الجميلة ما تحضرني طبعا كل الأبيات اللي يقولوا ليشوفها بالشلايف عناوي منتهاء نعم هذه كانت الأبيات أو تكملت هذه القصيدة أنا بشكل شخصي محب لقصايد فتاة العرب رحمة الله عليها يا رحب الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويعطيك العافية يا أحمد على المعلومات اللي قدمتن نحن نبقى كل حد ينتفع عياننا من خلال برنامج السنيار ومثل ما قال أحمد وذكر أن نخلوا عيالكم يتابعوننا عشان يتعلمون من مراجعنا التراثية ومن خلال محتوى برنامج السنيار عشان نحافظ على هويتنا الوطنية ونأخذ المكالمة هدى السلام عليكم عليكم السلام هدى كيف حالت الحمد لله رحال شخطاكم بخير الله يسلم شوف طارتي اليوم آدي كالعادة يعني سنبوسة هريس فريس القيمات عرسية شي عرسية ولا لا اليوم لا اليوم لا تشوفين على الشاشة أحيانا بتظهر المراحل البيئات جدامج وأباتش تقولين أوقف يلا يا هدى تمام أوقف عندت في البيئة البحرية هدى أباتش شوية تتحمسين لأنك إن شاء الله بتحمسين لأنك وايد هادية أباتش تقول متحمسة وياك متحمسة مستحية صح؟ لا أول مرة أشارك ولا نهف علي تشهنيها شوفين هالمحفة السؤال يقول في البيئة البحرية المثل عطك الهوى شو؟ محفة محفة عطك الهوى محفة تمام تمام هي عبي مساعدة أخطب المساعدة أم عزان شو تختارين؟ أنا أقول ميدافة 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 شرقته 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 ما تقولين؟ شرقته شرقته ما تقولين؟ رحاب شو تقولين؟ ميدافة مهفة اللي هو شو يعطونه؟ يعطونه ميدافة اللي هو ولا شراع؟ ميدافة شراع شرقة أو ميدافة شراع؟ 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 ما شو ما شاء الله؟ أو ميداف؟ ميدافة ميدافة شراع؟ ميدافة؟ قلتين شي توا؟ شراع؟ ثبت ولي جابة؟ مبروك عليك 3500 درهم تتهنين فيها نيارب؟ شكران عفوان غالية التعقيب عند وسيف ولمو وخالد عندكم أنتو الثنين نعم يلا فضل بخالد لأنت أول شراح لهم عن شراع وانا بقول عن دلالات المنطقة إن شاء الله طبعاً كثير من السفن كانت تستخدم أنواع من الشرع وخاصة السفارة فيها شراع العود والشراع طبعاً القلمي والسفديرة والبومية والشمندي والقوشي والجيب هاي كلها تقريباً الشرع كانت تستخدم في السفن الكبيرة بس السفن الحالية اللي تستخدم عندنا نحن وخاصة السباقات اللي في السباقات الشراع العود والشراع الصغير أوقات بعد يستخدمون الشراع الجيب الجيب تقريباً يستخدمون أكثر شيء للولم إذا تكون السايب والمه يستخدمون هذا الشراع بس السفن السفارة اللي كانت تبحر تقريباً في المحيط الهندي أو جنوب إفريقيا كانوا يستخدمون جميع الأشرع وخاصة في حالة وحدة يوم يكون هناك ما فيه هو يستخدمون السفديرة يستخدمون البومية الشمندي القوشي هاي كلها تقريباً أشرعها موجودة على السفين ومثل ما يقول المثل كل يعني كل هو عطاه إشراعها والتكميلة عند أبو خالد أنا بقول عن دلالات المثل دلالات المثل اللي نستفيد من هذا المثل في العلاقات والتعامل في المجتمع العلاقات كيف تكون؟ مثلاً إذا أنت عندك صاحب أو صديق لازم تتعامل معه حسب الوقت النفس متقلبة أحياناً يكون طيب أحياناً يكون زعلان ما بنت تشد ويشد وأيضاً يكون إذا أنت عندك صعاب أو مشاكل لازم يكون لك عنده حلول كل مشكلة لازم لها حل ما بتحطي ديك على سطارك وكتيل اسم ويم فهمت بسيء؟ نعم نزاك الله خير شكراً ما بقول شيء شكراً لك يا أبو خالد وشكراً يا أبو سيف سلام عليك يا خلفان وعليكم السلام شحالك يا أبو عجيل الحمد لله علومك خير وين تكلمنا؟ أبو ظبي يا سلام يا عليكم يلي من العاصمة كم عمرك يا خلفان؟ ثمانية ثماني سنين ما شاء الله منو عندك؟ منو عندك كتابة سلم عليهم سلاماً وايد خلفان عندك تشجيع؟ عندك حد؟ عندك حد وياك؟ لا ما عندك حد بروحك؟ أنا بشجعك نشجعك نحن؟ خلفان نحن بنشجعك ما أنا نشجعك؟ صفقوا لأول شيء نحن نشجعك نحن نشجعك نحن نشجعك مم بربيض خلفان أنا عندي قصيدة أنت تعرف القصايد؟ مم بuchen وتسمع قصايد؟ تعرف ولا حد عندك سيساعدك؟ عنده حد وكبر وحكس قال عندك اهدى حينة يقول نشوف في شوق السرعة أجasz عندي الان ها 씨 lebih omin ما شاء الله عرفها وإن كنت مباشرة طال علامة نشوف ولدنا شه قول يقول من القصائد الغنائية الشعبية الجميلة مشاهدين ومتابعين يقول مرحبا باللي تعنا وارتحل فوق في الجيبات ابو حجم طويل روحه من بر ديره بالعجل مرحبا به عدما وابلن هميل تحية لها الديره نعم تحية لكل أحبابنا في بر ديره وبر دبيب يقول مرحبا باللي تعنا وارتحل فوق في الجيبات ابو حجم طويل روحه من بر ديره بالعجل مرحبا به عدما وابلن هميل الآن أنا ما باقول لك شو اللي مكتوب وشو معنى الكلمة الفلانية من هو اللي قال هذه اللبيات آيا خلفان مدري لا اليوم كل المتصلين نبغي نشاط يا أخواني مجاهدين يا أخواتنا نبغي لسمع صوت تشجيع إجابة نشاط ولا شو رأيك بوسيف نعم هاللي نبغي نحن نعم بوسيف عطنا إجابة من الإجابات أنا أقول علي الكاس علي الشاعر علي الكاس الشاعر علي الكاس مخالب وأنا أقول سعيد الكاس سعيد الكاس مازان وأنا أقول سالم الكاس سالم سالم الكاس كيف عرفت الإجابة كيف عرفت الإجابة نوخ أبارك أبوي سعدي تحيي لأبوك وسلم عليه سلاماً وايد وقل لأبوي تراني بسم ثلاث تراب وخمسمة وكانك بتزيدني عيدية في العيد بعد زين سلامي وتحياتي لكم جميعاً نسمع تعقيب ولا فاصل نسمع عند أبو سيف فضل يا أبو سيف نعم طبعاً أنا بأخذ كلمة الجيبات بحجم طويل طبعاً في الخمسينات والستينات وحتى لين السبعينات كان اللاندلوفر هو الموتر الموجود عندنا أو السيارة اللي كانوا والناس يستخدمونها طبعاً كان فيه حجم كبير وكان فيه حجم كبير تقريباً بس الجيب اللي كان يمسكر مثل اليوم نشوف لك يعني النسان أو الموتر هاي يسمونها بسطة يسمونها بسطة علشان أنه يليسون فيها تقريباً فيها أربع كراسي أو ست كراسي فيها فكانوا يستخدمونها وفعلاً لما كان الجيش الإنجليزي هنا عندنا في دولة الإمارات كانوا يستخدمون الجيب وهو تقريباً السيارة الرئيسية اللي كانوا يتنقلون فيها بس أهل الإمارات استخدموا وحمد الجيب طبعاً للتنقل بين مثلاً المنطقة الشرقية بين الأخوة في سلطنة عمان عندنا في منطقة العين كانوا أكثر شيء طبعاً يوقفوا عن الشيري وعن الجمال كانوا يتنقلون بهذه الجيبات وكاناً إلها نصيت وكاناً عاملات أشياء كثيرة يعني في التنقل والناس كانوا يشوفون يعني التنقل هذا كان سهل بالنسبة لهم يوم كانوا يستخدمون هذه الجيبات ومثل ما ذكرتني في أحد الحلقات أن حتى أخونا خريفة أبو ستشين اليوم يحتفظ بكمية كبيرة من الجيبات في خلاي المعلى أبو سيف عشان ما نزع الرحاب قالت بر ديره طبعاً عندنا بر دبي وبر ديره وممكن بو خالد يشاركنا في هذه المعلومة نعم شو اللي يفصل من بين هذا البر عن هذاك البر ونحن في أي بر موجودين طبعاً نحن في بر دبي نعم مجابيلة على طول بر ديره ومبينهم الخور الخور دبي طبعاً الشريان النابض لمدينة دبي والخور طبعاً لعب دور كبير وقبل كانوا ينتقلون من بر ديره إلى بر دبي والعكس عن طريق العبرة والعبرة يعني هي قوارب أخواننا العرب قوارب في قوارب بالتجديف عبرة أم ميداف وفي العبرات لهم من المكاين موجودات لنا الحين حديثة يعني موجودة قبل مهندل بعد يضربونا بهندل صدق وتشتغل والعبرة لنا الحين موجودة طبعاً وحين طبعاً العبرات الحديثة غير اللي هي البص المائي وغيره تنتقل تقدر من بر دبي إلى بر ديره ويستخدمونها لين اليوم العبرة موجودة لين الثاني نعم نعم وحاظين عليها ومحخمض بالخدوم كان نطرش من فترة كان نستخدم العبرة عبر عبر من بر دير winners يعني يستخدمونها لينحين حنين نعم وانا ما أزعل نحن كلنا واحد هالديره نعم لا لا هلكم أنا معلومة عالومة أقومة بر ديره تعرفين كم التكلفة درهم هي ما تغيرها لا قلة قلة ربع ربع خمس بيزات عقب صارت ربع حين وصلت درهم حتى لو الأحمد أوليين حتى منهم يوم ما عنده بيزات يعطي راع العبرة أكل أو يعطيه شيء أن يوصله للبر الثاني إذا ما كان عنده إذا يعقب يوم أو يومين عطالي فلوس عندهم ومتير ير أكثر شيء يوم الماي مثلا سجي ولا ثابر ليش على أساس أنها العملية تكون سهلة في التنقل نعم يا سلام عليكم إذن مشاهدين ومتابعين بنركب العبرة وبنأخذ العبرة هذه من استوديو السنيار إلى هذا الفاصل ثم لنعوده ما زلنا مستمرين وياكم مشاهديننا وبناخذ فاصل عشان البنكة حرانة بناخذ بناخذ اتصال خلينا اخذ اتصال رقية السلام عليكم عليكم السلام شيف حالك بخير نبو نشاط ان شاء الله كم عمرت رقية 19 الله يحفظ ما معلوماتك التراثية زينم ان شاء الله حد وياج هيا حد وياج حد وياج وين هم نسمع تشجيع وين التشجيع الرقية يلا سمعونا مشكورين قولوا اوقف بعد هيا هي اللي صفقت هي روح صفقة روح اظن هي اللي صفقة صرت بعيدة عن السماعة او انت اللي صفقة منولي صفقة عندك لا 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 تذنين لم صفقة تحياتي لكم جميعا يلا رقية قولي اوقف اوقف في البيئة الزراعية يقول شاعرنا سالم الكاس الله يرحمه عل المطر يسجي وطاكم ينهل يوم الناس هيعين يبطي ولا يبس تراكم ومن اكملي الفراغ انروي السنين شو هالكلمة اللي ناقصة في البيت انا اقول الغدر الغدر بوسيف انا اقول الوبل وانا اقول المزن كل هني روين انتو شو تقول انا طال انريتش اقول ومن المطار بعد تلميحات تلميحات هارقية الغدر قطرة على قطرة الضو الغدير يا سلام ماشاء الله عليها قالتها قالتها صح نعم نعم الف مبروك عليك 3500 درهم وتتهنين فيها يا رب شكرا والبيت عل المطر يسجي وطاكم ينهل يوم الناس هيعين هيعين يبطي ولا يبس تراكم ومن الغدر انروي سنين السلام من هو الشاعر هذا يا رحب الله يرحمه ويغفر له اسمه سالم الظاهري ولد 1915 والله يرحمه ويغفر له توفى سنة 1996 يعني لقبه سالم الكاس ما بالظاهر لا اسمه سالم بن خميص الظاهري ولقبه مشاهدينه هو سالم الكاس يعني مجمل هذه الابيات يا رحاب يعني ابيات جميلة والتشبيهات الموجودة في الغدر والمزن او المطر يعني من اجمل الابيات ما دري اذا ما راجعنا حابين يقولون شي في هذا الموضوع نعم احمد يتكلم عن الغدر طبعا الغدران نحن عندنا تقريبا غدير مشهور هنا في دبي وبالتحديد حاليا موجود تقريبا يعني مكانه جنوب يعني وين بقولك جنوب او شمال مدينة سمو الشيخ محمد بن راشد يسمونه غدير الطير كان يتجمع الطير في هذا المكان بعد الامطار يغدر هذا المكان يعني مستحيل واحد انه يقطعه فتتجمع كمية كبيرة من الطيور في هذا المكان فاطلقوا عليه اسم غدير الطير ويعتبر اكبر غدير عندنا موجود في امارة دبي والله يرحم شاعرنا ويسكن فسيح جنات الله يرحمه ويغفر له احد رواد مدرسة التراث الشعري في الامارات يا بوسي صدق يا رحاب طبعا مثل ما نذكر او نقول لمشاهدينا ولد في عام 1915 ورحل رحمة الله تعالى عليه في عام 1996 هو الشاعر سالم الكاس ناخذ اتصال ونقول له مرحبا سارت يا محمد من العين السلام مرحبة مرحبا يا أبو جسيم مرحبا يا أبو جسيم مرحبا يا أبو جسيم عادة سامحونا نأخذ الاتصالات بسرعة عشان نعطي فرص أكثر للمشاهدين والمتصرين مرحبا يا محمد طيب الله إذا أنا قلت مرحبا يا أبو جسيم ويسلم غاليكم وين تكلمنا من العين مشابة الوطع نعمة يا السلام يا عليكم من دار الزين وشو معلوماتك زينة والله الحمد لله إن شاء الله شو ها وين في البحار ولا في البر ولا في الزراعة أنت من بيئة زراعية تكلمني وبرية كذلك نعم الزراعية والبرية إن شاء الله زراعية والبرية أبشر عيال بيئة بحرية بتكون على الشاشة اللي خير أسوي سوالب عليك قل وقف مرحبا يا محمد أنا وياك قل وقف نعم وقف وقف بيئة السلام عليك في البيئة البرية عدن أسوي سوالب عليك لكن لكن شوف 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 أعد السوال ولا بس شوف شوف التلفزيون ولا ما شوفه لا والله ما شوفه ليش يا جماعة ما شي تلفزيون ما شي تلفزيون يلا ما عري ما عري مراوي المتصل لعقبة بوسيف زين إن شاء الله محمد أول شي مهم في برامج المسابقات على شاشة سمد بي ولا شاشات مؤسسة دبي للإعلام لازم تكون عندك شاشة لازم لأن في نعم صحي لأن في طال عمرك لأن في طال عمرك بعض الأشياء تطلع عندنا من الستوديو بنغير لك السوال لازم مشكلة التلفزيون حتى السؤال اللي عقبه يحتاج يحتاج بعد نعم هيا هيا هل زين أنا 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 من عندي لك سوال نعم شو أنت في الشلات والحدوات لا والله ما لازم تسمعني قصيدة ولا شله لا والله ما ما لي بالشافة والله ما لي مالك لا والله نحن بنحط السوال نعم يقول السوال نعم نعم شوف على الشاشة مرة ثانية مشاهدين ما علينا نحن كنا نبغي شوي السوال يكون تطبيقي واضح عندكم على الشاشة يقول فراغ فايته ولا عصيد بايته والله نطالع العصيد أنا وخمي السماعيل وأنا عيني عن العصيد حتى دي بعض شرار هذا مثل والمثل طال عمرك محمد ناقص الكلمة الأولى ناقصة شي فراغ فايته ولا عصيد بايته ما يقولون واللهي واللهي العصي تبقى الخيارات لا ولا تبقى العصيدة اللي عندنا يا خيارات يا عصيدة شو قلت ما تفوتها شو هي شو هي اللي ما تفوتها اللي هي كتمل العصيدة لا هي الفايتة لكن العصيدة اللي تفوتها ايجابك صحيحة. صح صح. ترى. ثلاثة لام و خمسمائة اترام. كيد ما بانفوتها. ما بانفوت الاصيل. نعم. 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 نبغي اعاد المراجع. مبروط. مبروط. نحن نتمنى. قبل لنوصل للمراجع. مشاهدين ومتابعين. البرنامج. يعني المتطلب الأول فيها انكم تشوفون الشاشة وتسمعونها من سماعة التلفون. ليش في فريج السنيار. في بعض المقتنيات تكون عندهم عزان. بوسيف. بو خالد. مطلوبة. يعني انك انت بالنظر تجاوب عليها. وتفضلي معزان ولا بوسيف ولا بو خالد عن الدلالات. باتكترح وأنا بقول الدلالات. عصيدة راوم العصيدة. هذه العصيدة. آآي العصيدة. افتكنها من واحد اليوم. واحد من السيديو اليوم اللي بياكل. هذه العصيدة حفاتنا الشعبية عادة. آآ ريحاب. آآ. ما تفوت ترى. ولا بخول. ليحبض على أخذي لكي لقمانا. بينشل. تسلحان بكبرى. بالعافية عليكم يوم عيني عليها صاهر يوم تسمح صاهر مناقلاتنا الشعبية عادة لازم موجودة لازم نعم شو المكونات المكونات طحين لو نقل الطحين يقولون يهنهنون قبل الطحين يهنهنون لين يستوي حمر الطحين نخلي عقب نقل الشكر بعد نذوب الشكر لين يحمر الشكر ونصب عليه ماء ويتم يفور عادة نحط فيه كان بغي نهيل وزعفران ولا أي شيء نحط فيها ما يورد ما يحطون بلا يحطون عقب عادها الماء ورد وعقب ناخذ الطحين هذا اللي حمرنا وهنهننا الطحين ننخله ونيبو نحطه ونصب عليه ماء شوي ونذوبه عشان ما تكسر ولا شيء فاذاك يفور فالنان معزان عصيدة هين عفاين سوينا نيب عادهاك الطحين ونصبه على الماء اللي هو يحمرنا الدبس حد يسويها بالدبس وحد يسويها بالشكر يحمر الشكر ويستوي مثل الدبس ويصبونا عليها ويتم تفور عادها شوي شوي قصرون عليها عاد أي شيء يضافة تبين تحطي تبين هيل زعفران اقب ما يورد لي بو يحط له ونخليها عادها على شوي الضو على ضو هذي لين تستوي عقب يشرونه يحطون عليها شوي تسمن ويأكلونا و هذه موجودة آخر شيء ياكلونون مع الزاه مهذا أول شيء يصورون أول شيء يصورون أول أول شيء صورونا يأكل بوسيف أحمد مهذا أول شيء يصورونه أول شيء يأكلونا أول شيء يصورونا أول شيء يصون يهلا Dew يأكلون نهذا con 가격 خالد المثل عندك والعصيد عندك بعد كلاها بوسيف بالهني والعافي هذا المثل ما تفوت فايته ولا عصيده فايته هذا دلالات يقولون للشخص اللي ينتهز الفرص وفي واحد ما في خبر يمر عنه إلا تلقاه عنده وفي واحد تلقاه قط ومطابخ ما في ميلس إلا تلقاه جدامهم ما في عزيمه إلا أول واحد هذا اللي يعرف من وين تنهش الكتف هذا هو بقول لي يعني بيعرف كل شيء كل شيء عنده كل شيء عنده بيقولوا ما تفوت فايته ولا عصيدة بايته هذا يضربون عليه هذا المثل ما يخلي شيء خارجه يخلي الشيء لا أخمار أبردت 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 بنا أكله أنا حلو الثلج بنا أكله من هني والعافي لا مغطا يمغطا اليوم البرامج طويل أكله أنه مغطا يمغطا أنا حساب العصيدة بالعافي عليكم وناخذ اتصال ونقول ألو ألو مرحبا مرحبتين من نور ريال حمد كيف حالك حمد حمد الله من وين من العين دار الزين شو معلوماتك التراثية حمد نص نص لا ما يستوي نص نص قول زينة لازم تقول معلوماتك عشرة على عشرة نعم نعم ونشوف البيئات وأباك تقول أوقف شعر الله شفت العصيدة ولا ما شفت التلفزيون شغال عندك ولا نعم شعر الله شعر الله شعر الله شعر الله ما بعندي أنا عنده معزان وعند الطاولة اللي عدالها يالله يالله مبرنق بوكس هذا مبين عندي أحين بتشوف أحمد مبرنق بوكس هذا لا تقربوا صوبها حينما أمعزان ما شاء الله ما شوها معزان معزان قتله محمد هذا السؤال شو اسم هذا الشي هذا ولا بس هذا هو لا مايا السؤال شو هذا الشي اللي المعبد المعبد ماقدر أقول لنا المعزان هناك معزان عدالك شيارة هيا تعالي تعالي هنعيهات وعطعتونا السؤال هني السؤال شوفوا هني وين الكاميرا هني مايا شو هذا اللي على الشاشة هنا شوفون النبتة هذه عند مايا بوسيف شو تقول انت والله أنا أقول ورس أنا أقول ورس هذا وأنا أقول بضاعة وأنت تقول بضاعة وأحمد شو تقول أنا أقول ياس وين ها ياس حلبة ياس لا لا بعيد مهمي أحمد شو هاها النبتة اللي تشوفها انت جدامك والله ما أعرف تراهي ما سواء تتعد السؤال ساريتاك العصيدة والله ريحتها وين تهبي ريحتها وين تهبي تجرب تجرب ريحتها وين تهبي هاشي هذا أول شيء هذا يوم ييبسة هذا هذا الورث هذا حمد ها شوف حمد هذا ورث ها هذا يوم هو يابسة ورث ولا بضاعة ولا ياس يا حمد ورث وهذا حمد ما صرت حلبة ياس ها هي العيم يا تياد لا بسيء لا حدي غلب ها 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 هذا الياس هذا الياس مبروك عليك 3500 درهم ها هذا هو الياس ها ها يوم هي خضرة وهذا عقب يوم يبسة هذا الورق ها هذا الورق وهذا عقب ما يطحنون نعيم هذا النعيمة هذا النعيم وهذا الأول يحطونا في الشعر يحطونا في الجسم يوم يسوون العجفة الحريب يحطونا الياس يطحرونه ويحطونا يحطونا في الشعر في العجفة وهذا هنا كنز من جماعة ذكرنا هنا الياس والبضاعة والورس هلورس 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 هذا بعد يفرق كوبا يفرقوا بالجسم قبل يفرقوا بالأرائس هذا الورس هذا الورس النعيم فرقوا بالجسم وهذه البضاعة ليذكرناهم الثلاثين البضاعة هذا شو هنا هذا كل هذا في نفس البضاعة لا البضاعة غير البضاعة روحة والياس روحة نعم هذا كل يستعمل لنا الحليم لو الحق الشعر هذا بس كله حق الشعر الياس والبضاعة زير المعزان شؤال طال عمرش يقولون المخمرية كما تجدها ما تكون أفضل وفي مخمرية يتم عشر سنوات وخمستعشر سنوات ولا تعول شو فيها يا معزان شو اللي يخليها ما تخترب أو تتم بريحتها الطيبة يحطون فيها يسوونها بالزعفران عرق الزعفران يحطون فيها عرق الزعفران وزعفران علوب ودهن العود ومسج وحد يضيف عليها بعد العطور لا يبوني يعني هاي مكونات بس اللي يبا يضيف عليها بعد شيء من العطر وحطون فيها شوية ملح بعد أنت ما تخترب والتم عشرين ثلاثين سنة ما تخترب ناس عندهم أكثر عن خمسين سنة ما شاء الله ما تعول ولا تخترب إلا المخمرية بس كل واحد اللي يضيف فيها من العطور يعني حد يحبها هادية حد يضيف فيها شوية من العطر اللي شويها حاشر اللي يبوني يعني حطون فيها والبضاعة تراها بعدي فيها مكونات يسونها من الورد واليشن وحطون فيها الأنبر وحطون فيها العطور ويسون حق الشعر يحطونها عادي يوم قبل يتعقصان الحريم ويسون الأجفة وتتم ريحة وين تهبي ريحة الأجفة يوم بيقول الحرمة يلا صيلة البستيل برقع والشيل والثوب الميزع وكندورة بطيرة ريحة الأجفة تبني من ياسن وبضاعة ليه مريت هي الأصيلة ريحة الحرمة لول من وين تهبي من الياس والبضاعة وها كل الياس والبضاعة حق العجفة من التأكشة في الحرمة حطونا في راسة مايا الينا اليوم الينا اليوم نحن نهتم لا حين نعم هي لمخمرية والأطور كلنا كلنا نهتم ولينا حين عدنا لاختنا موزة لا موزة ساحو الله يطولوا بعمراء اختنا نعم وزع بيت ساحو ما شاء الله عنده كتاب مسوية هذا الكتاب نعم هذا الكتاب عنده ما شاء الله مخالد وفيه خلطات العطور هاي تزينة المخمرية الدخون يعني أنا ما شاء الله قرأت وسوينا من هاي الخلطات اللي داخله وايد حلوة فيه خلطات عطور وفيه لمخمرية وفيه الدخون وايد الشياح الوقي ما تقدم عزان كتب العطور من تشرة يعني نادر ما تلقين كتاب في صناعة العطور نعم هذا ما شاء الله كله فيه العطور الأصلي لمخمرية بعد وايد حلوة سوينها بعد من هذا الكتاب لمخمرية وخلطات العطور والدخون ما شاء الله وما تقصر ام خالد وتحيل ام خالد والله يعطيها الصحة والآف إن شاء الله وهي ما شاء الله معروفة في هذا الشيء هي عن الخلطات الدخون والعطور والله يعطيها الآف الله يعطيها الآف مشكورة مشكورة على الكتاب بعد ما تقصرت حتى الريايين يهتمون بدقة تفاصيل أي شيء يخص العطور وشذي أنتم بعد بوسيف تدخنون بالعود لا العود أنا رمس عن العود أنا ما رمس عن العطورات لكن ما هي الدنيا ما يخصر لا ما هي الدنيا ما لا خص عود يعني ما لا خص العود لا لا أنا ما قصد ودهن العود ودهن العود ودهن الورد والصندل بعد خد يستعمل الصندل والعود والعود هي لا الدخون لا لا الدخون ما دخون لا الحريم العود نعم عندكم دخون فاصل أنتم وظنين شفت بخير أنا ما أفصل من بينكم نحن صح الحريم نهتم وإنتم بعد تمتمون لازم بعتهم لهم أطورهم وخاصة بعد غيائي ها كل حق العصيدة نطلع فاصل المشاهدين نفاصل ونرجع لكم هياكم الله تجوم تجوم مشاهدين ومتابعين يأكلون يأكلون ما شاء الله عليهم العصيدة وتأكل المذيع بعد وأنا واقف نيش والمهفة عندها ما شاء الله تبرد والعصيدة تبرد عليها لكن أحماق خلناه صاكتين لكن خلوني أذكر المشاهدين أنا عصيد بايت عبتها تخبر تخبر رحب تخبر عصيدة بايت ما قاوي ولا لا ما تسوينيها بايت ما ينضرب عد عصيد بايت قاوي بسيس لا لا بردات بردات أنا رديت أنا وعقب رديت وصرت مرة ثانية مرت مرت أهل ومريم السلام عليكم مرحبا مرحبا يا مريم ما حالت الحمد لله بخير إن شاء الله مرحبا 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 أفهم مرحبا 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 أنا مرحبا 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 ما حالت المتصري اليوم كل ما روحهم ما أحد عندهم صاري السوق عليهم العيد العيد بيكم العيد العيد السؤال في البيئة البرية ونرى وانا أقول لش قلتي معذود قبل شوية معذد نقزتي من السؤال صرت سوال العقبة وزقرت على المتصر معذد كلم الصيد من عصيدة والله من يوم ما شفت العصيدة وأنا مبلع وليا من أجمل الأسامي اللي عندها يا أنت يا ريحاب أنت يا ريحاب عيلي عفتي مبلع وليا أنا يوم شفت العصيدة توا ما أكلتني من يدها مومايا يا مريم هذا أنا خرت يا مريم تعرفين شو المعاضد شو المعاضد أنت خبريني خبريني يا مريم سيرين سوق الذهب أساور مبروك عريج 3500 درهم لكن هؤلاء اللي بتشوفونهم هبسوا وارا ماشاء الله الله أكبر ماشاء الله مبروك عريج يا 3500 هاي ما تلقينا في سوق الذهب ما يلبسونه حد من الحريم والاول يلبسه هاي بس هذي ماشاء مش موجودة في سوق الذهب حد ما يلبسونه بعد ما بكلم ما بكلم يعني حد حد يلبسه وهذا يكون هنا في زند الليد يعني يلبسونه عندت غير؟ وهذا واحد بعدها هذي كلها ساور هي ولها مسميات ثائمة عزان ما مسميات معاضد يعني معاضد يعني نعم يلبسونه حد يلبسه ما بكل الناس تلبسه حد يلبسه هذا هذا من شو ما صنوع هذا ما بذهب لا لا فضة فضة من الفضة هنا شو عليه هذا مثل مثل ميناء هذا في فص فص هي فص التراك على مايا ينحط على يسمون هو جمع معاضد والمفرد معضد نحن وايدا نسمي معضد عندنا وينحط على لكن اعتقد من العضيد بس بعد ينقال معضد المفرد في الاساور ولكن معضد الرجل من العضيد الصديق الأخ يعني اللي دائما معك يلا ناخذ اتصال السؤال الثامن صح مصطفى مرحبا مرحبا هلا رحب اهلا انت في حالك مرحبا نورا مرحبا نورا متوقع من سنين احاول معاكم حبيبتي وقبض الخط ما شاء الله نقول لت مبروك ما شاي وقت عبات على طول تفوزين نشوف البيئات على شاشة نورا نورا نعم نعم يا يقول قولي فايز قولي اوقف من ايام ام اغزالة وانا احاول يلا ما علي الف مبروك عليك نقبض الخط وبتفوزين ان شاء الله قولي اوقف الحمد الله اوقف يلا سؤالة في البيئة البرية من الامثال العامية اللي في الحير دوم منساي معنى كلمة الحير عندتش الاختيارات نورا وايد سهل وايد اللي في الحضن دوم منساي اه اه مبروك عليك 3500 درهم وتتهنين فيها مشكورة سكرت الكتاب وانا سكرت بعد الدفتر وصلنا الختام من الحلقة وان شاء الله انكم استفدتوا ويانا الحلقة كانت جميلة جدا فيها معلومات تخصنا نحن الحريم فيها العصيد رمسنا عن دهن العود رمسنا عن العود والياس والمعاضد والبضاعة والياس وغيرها ان شاء الله استفدتوا ويانا وانحنا ان شاء الله لقاننا وياكم باتشر في نفس الموعد في مالا شوفكم باتشر مشاهدين ومتابعين الشكر كل الشكر للمراجع شكرا لكم على هذه الحلقة ونوجه تحياتنا لكل المشاهدين وفي مالا مع السلام يا محمد السنيار عزم في دريجتي اقطع دروب الفرح وقفل شقال مسير ما خاط في هيرك بحر ما خاط في هيرك بحر مهناط وتزمى الخير في قانة بحر لا مالها تفسير ما خاط في هيرك بحر ما خاط في هيرك بحر وقفل شقال مسير اشتركوا في القناة